دعا الرئيس السنة شي جينبين إلى تطوير علم الآثار بالخصائص والأسلوب والروح الصينية حيث أدل شي وهو أيضا المين العام لللجنة المركزية للحزب شي جينبين ورئيس اللجنة العسكرية المركزية أدل بهذه التصرحات في رسالة الثانية بمناسبة الذكرى السنوية المياوية لاكتشاف ثقافة يان شاو وبدي علم الآثار الحريث في البلاد حيث قدم شي جينبين التهاني الحارة والتحيات الصادقة لعلماء الآثار في جميع حائد صين نيابة عن اللجنة المركزية للحزب ويام روشي أن يواصل علماء الآثار في استكشاف المجهول والكشف عن الأسول وسعى لبناء علم الآثار بخصائص صينية وأسلوب صيني وبتالي يمكنهم عرض روعة الحضارة الصينية بشكل أفضل ونشر الثقافة التقليدية الممتازة الصينية وتقديم مسامات أكبر في تعقيق الحلم الصيني المتمثل في النهضة العظيمة للأمة الصينية هذا وافضح الاحتفال بمناسبة الذكرى السنوية المياوية لاكتشاف ثقافة يان شاو وبدي علم الآثار الحديث في البلاد يوم الأحد في سمن شعبي مقاطعة خنانة ترجمة نانسي قنقر